دنيا بطمة تستفز متابعيها بنشر مقطع فيديو لقدميها المثيرة التي عرضتها للانتقادات من طرف جمهورها ومريم حسين بعد ظهورها شبه عارية وقالت أنا حرة في لباسي مما اعتبرها جمهورها عذراً أقبح من الذنب أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً بين متابعيها وجمهورها بسبب فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بمنصة إنستجرام وفي هذا الفيديو قامت دنيا بطمة بعرض قدميها مما أثار استياء بعض المتابعين الذين اعتبروا ذلك إهانة لهم وللجمهور الذي يتابعها تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع على منصة إنستجرام حيث عبر المتابعون عن استيائهم وتعجبهم من محتوى الفيديو وعلقوا بعبارات مثل آشهاد المستوى وفي سياق مختلف كشفت ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة عن تعرضها للابتزاز من قبل شخص مجهول يأتي ذلك نتيجة لرفض دنيا بطمة بإدلاء تصريحات صحفية في آخر ظهور رسمياً لها بعد الانتقادات اللاذعة التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الجريئة وملابسها الفاضحة خرجت الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات مريم حسين عن صمتها لترد على منتقديها ولد حلولها ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية بررت ظهورها شبه عارية بكونها حرة في أن تختار اللباس الذي تفضله ولا حق لأي شخص في التدخل في أمرها ووجدت مريم حسين نفسها مرة أخرى وسط عاصفة من الانتقادات النارية بسبب تبريراتها لإطلالاتها الجريئة حيث صبت مجمل ردود الأفعال في اتجاه اعتبروها عذرا أقبح من الذنب